اشتركوا في القناة يبقى فضل الوالدين عليهم اعظم ودينهم اكبر الله سبحانه وتعالى ربط الاحسان بالوالدين بعبادة الله سبحانه وتعالى حيث يقول وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لكن من الموسف ان بعض الابناء نسوا ايش تعني ام او ايش يعني اب نسوهم لما ساووهم في القامات او طالوا عليهم نسوا افضالهم بعد ما كبروا واستقلوا ماديا عنهم نسوهم لما صارت لهم ارقل تحملهم وضعفة ارقل والديهم خلاص اصبح الوالدين عندهم مجرد ناس من الماضي ناس انتهى دورهم وتواقدهم في حياة الابناء اصبح ثقل عليهم الله الله على النفوس المتكبرة لما يحملها الغرور لقفاف المشاعر وقباحة الطباع لكن هناك من الابناء البارين بوالديهم وهذا لموذك منهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحب دائم للأبد نحب دائم للأبد ميثاق وعهد ميثاق من بنك مسقط يهنئكم بالشهر الفضيل نافذة اليوم لفهم مرض السكري الذي يعد أحد أكبر اضطرابات نمط الحياة في العالم اليوم مع أحدث المعدات وآلة إيزي سكان الأمريكية الأولى من نوعها والتي تستخدم من دون وخز أو ألم فقط في عيادة أبولو للسكري بالمركز العالمي الطبي بيروي للاستفسار اتصل على رقم 2479 4501 كيف يكون يا أبوي؟ إن شاء الله أحسن الحمد لله يا والدي أحسن بس أنت لا تقدر نفسك سلامتك أبوي أنت عاني يا أبوي بس ما راضي تخبرنا أنا بخير ما في شيء بس إن شاء الله أعكد بسيطة وبتعدي يا سالم المهم خبرني كيف العمل معك؟ شغل زين أبوي وأنا أخذت إيجازة ليش يا أبوي؟ نواش لك الخارج يحلق أبوي لا يا أبوي ما بروح كيف تودر شغلك؟ من وين بتقيب فلوس؟ أنت حيلت هذا كرات الله أنا بعد سيارتي يا أبوي وليش بعد سيارتك يا أبوي وما شاورتني؟ أنت حيلتك هذه السيارة ورح تبيعها أنت راس مالي يا أبوي وما في خير إذا ما بريت بك اليوم أنت شقيت وتعبت عشان تأكين لقمة العيش واليوم كل وسط تخلى عنك؟ لا والله يا أبوي أنت أصل الخير والبركة وسعات أني أشوفك صاحي وما فيك مرض الله يبارك فيك يا والدي يا سالمة ويعوضك إن شاء الله يا أبوي يا الله يا أبوي ما تعرف كيف أنا فرحان لك وإني قلز قنبك بعد ما رقعنا من العلاق كيف تشوف عملك الحين؟ الحمد لله يا والدي يا سالم كأنهم كب علي ماي ونزاحت هذه الأمراض نعم رب العالمين الحمد لله بس أنت خسرت واي يا سالم خسرت واي خسارتي هي أنت يا أبوي ولما سويت شي بظل أندي مطول حياتي بس الحمد لله أنت بخير وعافية نحلي يا أبوي هذا رقم كثير يتصلي قالوا السلام عليكم إيه نعم هو ها؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله شكرا قزاكم الله خير بس لما إيه نعم إيه نعم بس لما فقرة بوقت إن شاء الله مع السلامة بارك لي يا أبوي فز بسيارة الحمد لله يا والدي يا سالم الله عوضك عن هذيك السيارة اللي بعتها عشان توفر مصاريف ألاجي الحمد لله بركاتك أبوي بركاتك الحمد لله الحمد لله يا منعم بارك الله في مثل هذا الإبن البار هذا الإبن ما فكر في ما يملك لأنه يتذكر فضل والديه عليه ويعلم تمام العلم بأن وقفته مع والديه هي عبادا لله ومن أحسن لوالديه يا ساخ الله الخير وعوضه الأجر وهذا ما حصل معه في الواقع ووالله كم مثل من البارين بوالديهم ممن يفتخر بهم ويشاب بهم بين الناس وفي المقابل يتملق البعض والديه في الظاهر ويكتب أحسن العبارات في الدفاتر وألطف الألفاظ في المنتنيات وينتقى أحسن الأشعار في المواقع ولكن في واقع تعامله عكس هذا محبة الوالدين فعل قبل الكلام المنمق البرب الوالدين الإحسان إليهم باللفظة الرقيق والطاعم غير معصية الخالق من يحب والديه ويريد إرضاء الخالق والإحسان إليهم ويتمنى دخول جنة لا ينافق يعني تظاهر محبهم ورعايتهم وهو في الحقيقة من أقصى الناس محامل بوالديه هذا مثل لابن يظهر بخير الحقيقة في تعامله مع والديه موسيقى موعةم يا موعةم أمك تناديق ما تسمع وعاف يا والدي أنا ديك ما تسمعني؟ واش فيه؟ أباك تصير الدكان تجيب خبز حل عشاء؟ قدلك المشغول قفا يا والدي تريدني أنا اللي يروح الدكان يجيب عشاء؟ قلت ليش المشغول؟ يعني لازم أعيد في الكلام؟ الله يهديك يا والدي الله يهديك موسيقى يعني أنت تكتب في التويتر أم الجميلة أسأل الله أن يعين على برك ورضاك وأنت في الأساس ما مقدر أمك في البيت تلمع صورة قدام الناس وأنت في الواقع غيره إصحى يا معاذ إصحى تنمك في العبارات والألفاظ هذا اللي شاطرين فيه موسيقى ما أقسى قلب الإبن لمن ينكر فضل والدي عليه ما أغلظ الإبن إذا تطاول على والديه إذا أعطاه الله المال ورسق الصحة والقوة لكن نسى فضل والدي عليه فلا خير فيه إذا أظهر الحبل زوجته وأولاده لكنه كان قاسي على والديه ومهمل في عنايتهم ورعايتهم فلا خير فيه ولا ترتك منه زوج الإخلاص فمن لا يكون باراً بوالديه ومن لا يحسن لهم فلن يكون فيه خير لأي إنسان ولا خير في زوجه تشقع زوجها على قطيعة والديه وعدم البر بهم والإحسان لهم هي إذا ترتكب ذنب عظيم ربما ترى عقابه في تعامل أولادها معه مسكين هذا الأم ومسكين هذا الأب لما يصبحوا مشردين يتقاذفهم الأبناء من بيت لبيت وكأنهم مقرد نفاية قلوب متحقرة ونفوس خالية من الرحمة هذه الأم لاقت هذا المصير المؤلم من أولادها ترجمة نانسي قنقر مرض السكري مرض السكري نعرف بالضبط المكان الذي تحتاجه عندما يتعلق الأمر بمرض السكري عيادة أبولو للسكري هنا في مصقل العيادة الأولى في السلطن السكري مع مركز العناية الشاملة بالسكري الخاص بالتعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو بالإند نافذة اليوم لفهم مرض السكري الذي يعد أحد أكبر اضطرابات نمط الحياة في العالم اليوم مع أحدث المعدات وآلة Easy Scan الأمريكية الأولى من نوعها والتي تستخدم من دون وخز أو ألم فقط في عيادة أبولو للسكري بالمركز العالمي الطبي بيروي للاستفسار اتصل على رقم 2479 4501 موسيقى 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 ماذا؟ نعم نسيت نسيت كيف بخصوص المش؟ ناوي تخليها معنا؟ طبعاً أرقعها بيت أخوي بس أخوي شو اللي يقابها عندنا؟ أخاف ما يستقبلها عنده؟ والله عاد هو أرقاله يتصرف ما يجي يعقها فوق راسي أنا وحدي ما فيني بارض صحيح؟ وبعدين وضعه المادي أحسن من وضعي أقول لك أنت لا تحاتي أنا باكر من الصبح بقول لها خل أنزور أخوي ومن هناك لهناك بخليها هناك وبعدين أنا رقع بيتي توقف الكلام عند الأم إيش تقول؟ انتهى الكلام لأن الكلام فوق ما تحتمل إذا تكلمت فهي تكذب وتنافق وتجرح وهي أحرص على قلوب أولادها من التجريح واتهامهم التقصير والعقوق الأولاد غالين على الوالدين مهما لاقوا منهم من قسوة وهجران وزكر وعصيان وكما تحملت الأم وتحمل الآب مشاق الحياة من أجل سعادة أبنائهم تتحمل قلوبهم اليوم جفاء صلافة الأولاد إذا كان في هذا أيضا سعادتهم الإنسان من صغره يحب والديه ويتعلق بهم لهذا يؤلمه أن يشاهد غيره جاب في تعامله مع أمه مثل هذا الطفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وانا أستاذ اللغة العربية ومعن قلت لي من اسمه؟ أستاذ عبد اللطيف طيب أبقى روح أشوفه أنا عند المدير وأشتكي عليه وإذا بغيتك راح أناديك سالم إيش ما حبيت يد أمك لما خبرتها يا أخي كيفي وأنا حرف هذه أمك حبنتك تسع عشهر وسهرت عليك وتعبت عليك كذا تخبرها مزاق انتش دخلك ما دخلني شي بس حبيت أن أزحك الخير في الإنسان مثل الشجرة الخضراء يسقيها بالحب والإحسان لهذا من يستمر على حب والدي ومن يرعاهم حق الرعاية كما رعوه ومن يخاف عليهم كما خافوا عليه ومن يسر عليهم كما سهروا عليه هو الإنسان المستحق رضى الله عليه وهو الموفق في أموره إذا تعسر عليه أمر فرق الله عليه وإذا حصلت لمشكلة كتب الله له النقا منها وإذا أراد تحقيق هدف نبيل سخر الله له كل ما يساعده والدين هم رأس المال في الدنيا وهم مزرعة الفلاح في الآخرة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم سلام لكل من بر بوالديه وقدمهما على نفسه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الناهل من فيز القيم قد ظفرت المجد ما بين الأمم أيها الناهل من فيز القيم قد ظفرت المجد ما بين الأمم قيم كالتر تزهو ألقى حفها المولى بعز وكرم حين في عرقنا قد سكنات دونها للمجد والمجد قيم دونها للمجد والمجد قيم هي للناس مصابيح ودى نورها هي للناس مصابيح ودى نورها قد ظفرت وعلم وهمة فلتكن ترمى معادي القيم